أما ميرفى قاضي فبعد ما اشتهرت كممثلة وكماضل كررت إنها تتعلم الطيران بس الموضوع ما كانش سهل أبداً عليها خصوصاً إن هي عندها فوبيا من الطيران وأول ما بقت تقدر تسوق الطيارة بنفسها عزمتنا عشان نكون معاها في رحلة دي وقبل ما تعمل التيك اوف اتأكدت إن كل حاجة مزبوطة وحبت تطمن فريق إيتي بالعربي على طريقتها أنا بس رايح دميري بصراحة إذا بدك توضعي حداً بدك صار مساء لا سمح الله مثلاً أنا ما بتعرفك ميرفى كانت تدربت على سواق الطيارة بإشراف بايلوت لكن دي أول مرة بتطير على علو 500 أدم أول مرة بعمله يعني يوجولي منطلعت لتلاف أربع تلاف هادي كانت أول مرة كرمي لكون وبالرغم من إنها أغدت لغاية دلوقتي 15 حصة بس في الطيران إلا إنها كان واضح قد إيه هي بروفاشنل خلص بدي فرجي أحسن شي يعني إنه كل شي تعلمته بدي حطه هون ما بدي غلط المشهد من الطيارة كان حلو جداً والأهم إن ميرفى كانت مرتاحة ما كنت عم فكر بشي والحلو فوق إنه عن جد ما بتفكري بشي إنه كل ما شاكل بتحطيهن عجنب بتشوف اللبنان مظبوط يعني بتشوف النتور اللي عنا يا بتشوف البحر قدي حلو واللي ناس كتير ما تعرفوش إنها ما كانتش بتحب الطيران ولا عمرها فكرت إنها تتعلمه آخر 3-4 سنين صرت كل ما يكون عندي سفرة موت رعبة ما بعنشو يصير فيه صب الصدفة تعرفت على بطن عدنان يموت قلق إنه لما بتخذي كرات هيدا الشي كسر للفوبي تبعي تعطيك أنا إيميج وهي قوي كتير مما بتكون بس بتبين إنه هي ضعيفة وما بتعرف وعشان تبقى بروفاشنل أكتر لسه عندها حوالي عشرين حصة عشان تاخد شهادة في مجال الطيران الخاص إن شاء الله قدر إخدوا الليسانس اللي هي بتصير بعد أنا فيك تاخد تيارات سوقية تكذري أصحابك فيها متل ما هلأ اليوم عملنا وقبل ما تودعنا أعزمتنا على تريب تانية بس المراضي لوحدها نسي المفتاح معي أيها مفتاح آه تخير ومه واو يعني واحدة كانت بتخاف من الطيران صارت بالسوق طيارة بصراحة شافوا بقى نعمل بقى سكاي دايو ممكن ليش لا أنت عندك فوق يمشي آه نشوف بس الطيران على فكرة باعز أقول لي ما هوش مؤثر على شغلها أبداً فهي بتصور دلوقتي دورها في مسلسل خمسين ألف وكمان بتحضر لفيلم سينما ممكن تبدأ تصويره في الصين